اهلا احبائي في قناتكم فهم الفكرة المصدر الاول في اليوتيوب معنا اليوم موقع يعمل بالذكاء الاصطناعي متوفر على كل الادوات التي تحتاجها بالذكاء الاصطناعي كما ترى هذا هو الموقع سنقوم بشرحه خطوة خطوة واهم الادوات المتواجدة فيه طبعا يمكنك ان تتصفحه باللون الابيض او تحوله الى اللون الداكن اول خطوة سنقوم مثلا بترجمته الى اللغة العربية يمكن ان تترجمه بهذه الطريقة فلاحظ اهم الادوات التي يضمها اولا ساترك لك اسم الموقع داخل الفيديو كل ما عليك هو كتابته في محرك بحث جوجل وستحصل عليه مباشرة وسأضعه لك في اول تعليق مثبت اذا جميع هذه الادوات تضم على يعني ميزة شات جي بي تي فيمكن ان تستخدمه هناك كاتب المقالات حيث انك تكمل مهمة كتابة المقالة في يعني غضون دقائق معدودة يمكن ان تنشئ رمز برمجة من ادخال نص وتدعى الروبوت يكتشف ذلك يمكن تحسين المحتوى فهو اثكى اعادة كتابة المحتوى على الاطلاق يمكنك اعادة كتابة المقالات المدونة او اي نوع من المحتوى بالثواني هنا يعني تندر وهنا خاصة بانشاء رسائل مثلا مغازلة لمطابقة وهنا مدونة طويلة حيث تكتب مقالات المدونة في دقائق مع مساعدة كتابة الذكاء الاصطناعي الاكثر تقدما هنا يمكن للذكاء الاصطناعي غير قابل للكشف ان تجعل النص الخاص بك غير مكتشف على كشفات محتوى الذكاء الاصطناعي وسيؤدي ذلك الى اعادة تدوير المحتوى الخاص بك يعني بشكل في الغالب للمشاريع المدرسية هنا يمكن توسيع المحتوى ببضع كلمات او جملة الى واحدة اطول او اكثر جاذبية هنا مولد الاغاني حيث تدخل اغنية تريد ان يكون نصك مشابها لها وتنشئ اغنية كاملة هنا مولد يوتيوب حيث تضع يعني بشكل فريد العنوين والاوصاف والعلامات التي هي الكلمات المفتاحية والنصوص والتي تحتل اليوتيوب يعني بانشاء افكار فيديو مرتبة جيدة في البحث هنا مولد ملاحظات الدراسة تقدم لك موضوعا وتحصل على ملاحظات دراسية لمعرفة ما يجب دراسته وهنا اوصاف المنتج حيث يمكنك كتابة وصف فريد يعني بشكل ابداعي واستراتيجي مصمم لزيادة المبيعات هنا مولد تيك توك طبعا تقوم بانشاء التسمية التوضيحية ونصوص الفيديو لمقاطع الفيديو الخاصة بك هنا افكار العصف الذهني حيث تستخدم ابداع الروبوتات للسماح يعني لهم بعصف ذهني لأفكار مشروعك القادم هنا كتابة الصحفي حيث يتم توليد القصص والاخبار والمراجعات والمزيد من الكتابة من الصحفي هنا قسم المدونة حيث تكتب يعني قسم مدونة كامل في عدد قليل من الفقرات حول عنوان فرعي لمقالتك هنا مولد تغريدة يعني تويتر حيث تنشئ تغريدات ملفتة للنظر بناء على الموضوع الذي ستكتبه يعني كخطافات للتغريدات المفردة هنا مولد البريد الإلكتروني حيث تنشئ رسائل بريد إلكتروني يعني لرئيسك أو زميلك في العمل أو عميلك أو أي شخص حول أي استفسار يكون هنا ملخص النص حيث تلخص أي نص في فقرة قصيرة وسهلة ألفه طبعا هنا البريد الشخصي لينكيدن تقوم ببناء علامتك التجارية وتبرز من بين الحشود مع مشاركات يعني وتمتلك صوت وتشترك مع جمهورك بما تبدع فيه من خلال ذلك هناك خطة عمل حيث تكتب خطة عمل احترافية محسنة للحصول على أفضل أداء في الكتابة وهنا إصلاح القواعد والتهجنة حيث يتم التحقق من مشاكل القواعد في مقالتك وتحصل على اقتراحات حول كيفية تصحيحها هنا الخطوط العريضة للمقال بحيث تقوم بإنشاء هيكل أو نقاط الحديث لمقالك قبل البدء في الكتابة وهنا فيما يخص الإعلانات المتعلقة بالفيسبوك حيث تشرك جمهورك وتقدم معدل تحويل مرتفع حينما تكتب الإعلانات في الفيسبوك هنا أسماء الأعمال والمنتجات حيث تقوم بإنشاء أسماء رائعة ومبتكرة وجذابة لبدء التشغيل الخاص بك في ثوانين هنا الصفحة الرئيسية أو العنوان وأوصاف التعريف ما يعرف بالسيو الأوصاف الوصفية للصفحة الرئيسية التي سترتبط بالسيو أكتب علامات العنوان المحسنة على جوجل بشكل جيد هنا كود خاص بأي رمز بأي لغة مع الخطأ وتحصل على إصدار الرمز الثابت وهنا شرح الرمز حيث أي مشكلة عالقة لا يمكنك فهمها يمكن للروبوتات أن تشرحها لك ذلك هناك عنوين المدونة الوصفية أيضا لها علاقة بالسيو حيث تنشئ عنوين قائمة جذابة تقائية النوع والأكثر فعالية للعنوان هنا عرض المبيعات حيث تساعدك في كتابة عرض مبيعات رسمي تقدم نفسك يعني من خلالها للعملاء الجدد هنا صفحة المنتج العنوان والوصف دائما متعلقة بالسيو حيث تجد أن الأوصاف الوصفية التي سترتبط بالسيو تكتب من خلالها علامات العنوان المحسنة لصفحات المنتج الخاصة بجوجل هنا كتابة نسخ عيدة استخدم أقدم إطار تسويق في العالم وهو معروف طبعا من حيث الاهتمام والرغبة والعمل هنا مراجعة المولد حيث تكتب مراجعات احترافية وإبداعية في ثوانٍ مفيدة للحصول على تلك الكلمات الإضافية هنا وصف المدونة الوصفية لمشاركة هذه المدونة المرتبطة بالسيو وتكتب علامات العنوان المحسنة مع جوجل طبعا هنا مولد إعلانات جوجل التي تجعل إعلانك يبرز ويولد العملاء المحتملين يعني تكتب فقط الإعلانات الخاصة بجوجل هنا نموذج الأعمال حيث تكتب نموذج عمل احترافي محسن لأفضل كتابة أدب هنا عنوين العلاقات العامة الرقمية حيث تنشئ عنوين العلاقات العامة الرقمية والحائزة على جوائزة بشكل تلقائي هنا صفحات الخدمات حيث يتم ربطها أيضا بسيو ويعني علامات خاصة بخدمات الشركة جوجل هنا مراجعة المستجيب حيث هذه الأداة المفضلة لدعم العملاء الجدد تكتب ردودا على مراجعات العملاء العامة وهنا ميزة الاستفادة حيث يتم تعرف حول ميزات المنتج الخاصة بك إلى فوائد تجبر على العمل هنا مراجعة صحفي توليد قصة ومراجعة أخبار من وجهة نظر الصحفة مثلا هنا لينكيدن يعني بيزنس تجارة طويلة والإبداعية يعني تبرز من بين الحشود مع الشركات التجارية وتمتلك صوتك وتشرك جمهورك وهنا مولد الصورة حيث تنشئ صور ذات جودة احترافية من نص الموقع الويب أو المدونة الخاصة بك طبعا هذا يعني مجموع الأدوات هذه مجموع الأدوات التي أو جميع الأدوات التي يحتاجها أي منشئ محتوى أو أي شخص يريد أن يعوج لإعلاناته وما شابه طبعا هنا مولد الصورة هنا محرر المستندات على سبيل المثال تستطيع أن تكتب وتولد أو تكتب مع الذكاء الإصطناعي فقد تعطيه فكرة معينة مثلا تضع له شيء عن الذكاء الإصطناعي وتتركه لمدة من الزمن وسيوفر لك مقالة يمكن أن تتحكم فيها وتعدل فيها كيفما تشاء فتستطيع أن تتحكم في عرض أو الحجم الخاص بالخطوط الميلان توسيطها أو محاذاتها في اليمين اليسار الوسط كيفما تريد يمكن أن تضيف صورة معينة إلى غير ذلك هنا مارف الشات خاص بالدردشة يمكن أن تطرح سؤالا معينة مثلا مثلا نطرح السؤال وننتظر بعض الوقت لاحظ كيف ترجمها بطريقة صحيحة يعني تعامل مع اللغة الإنجليزية بشكل جيد جدا إذن كيف تكسب المال لاحظ طبعا تعامله مع اللغة العربية بشكل رضي جدا لكن هنا يستطيع أن يترجم لك الأفكار إذن هناك العديد من الطرق لكسب المال سواء عبر الإنترنت أو في وضع عدم الاتصال ويعطيك مجموعة من الأفكار مثلا بدء عمل تيجاري استثمار العمل المستقل التسويق بالعمولة مثلا خذ استطلعات عبر الإنترنت كن مدرسا أو مدرسة مثلا استخدام الأسواق مثل أمازون أو إي باي هذه مجرد أفكار لتبدأ في نهاية المطاف يعني وهو مفتاح لكسب المال وإجاد طريقة لتوفير القيمة للآخرين والاستفادة من المهارات والمهارات إذن إذا عدنا إلى الخلف يعني إلى الواجهة الرئيسية نجد هنا الإعدادات يمكن أن تطبق الإعدادات الخاصة بك وهنا يعني يمكن أن تتحكم في اللون كما أخبرتك إذن هذا هو موقعنا لهذا اليوم إن عجبكم اضغطوا على زر اللايك اشتركوا في القناة إن تكونوا مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم جديد دائما من قناتكم فهم الفكرة هنا يمكن مثلا الحصول على المزيد من الأدوات ولاحظ فتحصل على مجموعة خاصة بالأعمال وتجدها مصنفة يعني مجالات خاصة بالتعليم مجالات خاصة بالكتابة أو أدوات خاصة بالكتابة مثلا ما يتعلق بالسيو القائمة الشخصية إذن ابحث عن ما تريده ببساطة من هذا الموقع الذي يعمل بذكاء الاستماعي إن عجبكم الموضوع اضغطوا على زر اللايك اشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم جديد دائما من قناتكم فهم الفكرة